نرحب بحضراتكم مرة تانية اهتمام دولي كبير وردود فعل مرحبة بموقف الدولة المصرية وتصريحات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون واللي أكد فيها على الضرورة احتواء التصعيد في غزة والرفض القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية ثلاثة لئات رفعتها القيادة المصرية لا للعدوان لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية تعالوا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن الموقف المصري المشرف في إدارة هذه الأزمة من اليوم الأول وكمان التعهدات اللي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون مع الرئيس السيسي بإرسال طائرتين مساعدات وسفينة طبية لأهلنا في غزة نرحب في فقرتنا دلوقتي مع سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية ننورنا أفندم وصباح الحير على حضرتك صباح خير أستاذ محمد صباح خير أستاذ جمانة أهلا وسلام بحضرتكم ومستدر المشاهدين حبدأ مع حضرتك بالتأكيد أو الدائم للسيد الرئيس في كل لقاء مع قادة العالم لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية وبالطبع لا للعدوان أولا إدراكا مننا بالمسؤولية المرقعة على التقنة كمصر وكدولة رائد ودولة أم ودولة حاضن ودولة رئيس ودولة زعيم في المنطقة ولها دور ولها حيثية ولها كيان وانزوبات التاريخ وحتى الآن وإدراكا أيضا بالمسؤولية الملقاة على التقنة بنكون دائمنا قوم مباشر بالنسبة لنا القضية الفلسطينية ولم نتركها على بدر التاريخ وإنها منصارات متعددة في هذا المجال وأكثر دولة قدمت تضحيات من بشر أو بالأموال أو بالمواقف أيضا في سبيل إنقاذ القضية الفلسطينية تتظهر هذه اللقاة لأن اللقاة الأولانية المقصود بها لا للأدوان أساسا على الإخوة في القطاع أو في فلسطين بصفة عامة لأن ده في حد ذاته يعتبر انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية أيضا والقوانون الإنساني من جهة من جهة تانية يعني بيدي صورة بزيئة للمجتمع الدولي وبيدي صورة غير سوية في طار الكلب الملكالين وازواجات المعايير في حسابات كتيرة جدا وفي أطروحات كتيرة جدا أنا مناطق الغي لدولة تعتدع على دولة ده في حد ذاته يعتبر يعني شيء مش محبب ومش مقبول ومجرم دوليا ومفترض ان تعاقب مثل هذه الدولة التي تتجاوز في حق الدولة التانية ولكن للأسف الشديد يعني يمكن لي نصورة بمثلة منذ السنة أو يومي بالزبط 24-2 الهجوم اللي جاء على روسيا نتيجة دخولها لأوكرانيا طب ورنا المنظر نفس الكلام عندي القضية عند إسرائيل وعندي قطاع غزة طب بالعكس يعني قطاع غزة أساسا للمفترض ان هو دولة محتلة من قبل إسرائيل وبيعام الأعمال من شأنها عودته لحياته الطبيعية مرة تانية وتسترداده في إطار يعني العراف الدولية والمقاومة له حق المشروف المقاومة والأخ وهذا الحق مكفول ليه فهو أتى بما أتى من شأن استعادة أرضه وستعادة كيانه وده صورة مقبولة وصورة معترف فيها دوليا يعني ولكن المشكلة الآلة الإعلامية السيئة اللي كانت تتناول هذا العمل بغباء وبالتالي أظهرته أنه هو في سياق العمل الإرهابي ضد الإسرائيلين العزل وبالتالي اتخذته كزريعة لكي تأتي على الأدوان أو تنفذ أدوانها للغاشم ده في الجزء فيما تعلق بلال الأدوان الجزء الثاني لال التهجير التهجير يبيش على حساب الدولة المصرية ده معناه تصفية للقادرة الفلسطينية في حد ذاته لأن التصفية دي في هذه الحالة اللي احنا عملنا عليها كثير نقدمنا تطحات كثيرة فيمكن عددك شفت الشعب المصري إزاي انتفض وظهر في الشوارع وفي المهيدين العامة على بساطة الجمهورية كلها الأسبوع الماضي زي الجمعة زي النهاردة وده دلالة على إيه؟ لأنهما في خلف قادتهم السياسية الوعية اللي أدركت حجم المسئولية الملقاة على التقى وبالتالي اتخذت الإجراءات التي تكفل صيانة وتلبية متطلبات الأمن القوم من جهة ومن جهة تاني حفظ الحق المشروع للشعب الفلسطيني أو خصا أهلنا في القطاع فبالتالي ده دور واجب ودور رئيسي والتصفية القضية لن تتم أبدا على حساب مصر وكانت سيد رئيس تناول هذا الموضوع في عدة مراحل أثناء الأحداث من 7 أكتوبر وحتى الآن سواء في اللقاءات وسواء في الاحتفال بالتخرج القوات العسكرية سواء باستعراض القوة باستعراض تفتش الحرب تفتش الحرب للفرق الرابعة في إطار الاحتفالات القوات المسلحة بعيدة الخمسين لنصر أكتوبر يعني في كل المحافل الأساسية بيظهر هذا الجراء وهذا الرد الفعل الرئيسي للجزء التاني كان آخر حاجة تالت حاجة تصفية القضية وإحنا تناولناها في الشق التاني لأن ده أساسا فكرة تهجير العناصر وزحيتها سواء للشمال أو للجنوب وأنا بفكر وأعتقد أنهم بيحاولوا يزيحها للجنوب وبالتالي يسمحوا بدخولوا المساعدات إلى الجنوب فبالتالي العناصر الموجودة في الشمال تبحث عن الأكل والشرب والعلاج والدواء فاتجه داخل القطاع إلى الجنوب وبالتالي يفضل القطاع وفي هذه الحالة القطاع من جهة الشمال في هذه الحالة يبقى خد هدف تكتيكي اللي هو الوصول إلى تصفية الجزء ويعمل اجتياح بري في القطاع الشمال أنا بفكر بها سيادتك بالنظرة اللي هو بيفكر بها تقريبا من وجهة نظرك محلل أنه هو ممكن يعمل هذا الإجراء لزمة إخلاء المنطقة من الشمال أو القطاع من الشمال ويزيحه للجنوب في سبيل المساعدات متوفرة هناك وبالتالي يقدر يخش ويحق غرض الخبيث والدنيئ قدام الرأي العام لأن ما حدث في 7 أكتوبر يعتبر صفحة قوية جدا على وجهة أجهزة المعلومات والاستخبارات الإسرائيلية سيادة اللواء الحياة لو بصينا عن البيانات صادرة من الدولة المصرية طبعا متبثلة في حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متصقة تبابا مع الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية تمام على الجانب الآخر لو تبعنا حديث أيضا رئيس الفرنسي إمانيوال ماكرون وتحدث عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية مش بس كده كمان تقديم مساعدة للأونروا ومساعدة مالية طبعا وأيضا بجانب إرسال طائرة مساعدات بجانب إرسال سفينة كمان طبية لكن على الجانب الآخر بنتابع أيضا التصريحات الصادرة من الجانب الفرنسي وهي مؤيدة للكين الإسرائيلي يعني رؤية حضرتك لهذا المشهد يا فن نتفنى في البداية نفي الزواجية في المعايير والحسابات وردنا مثل بوكراني وروسي نفس الكلام ينطلع على كل الدول ذات المصالح في المنطقة والتي بتستهدف بس إزواجية معايير في نفس القضية في نفس القضية في نفس الدور طبعا أوكرانيا وروسيا إزواجية معايير في نفس الموضوع ونفس الإطار ونفس الدور ونفس الدولة بتقدم مرة في الاتجاه ده ومرة في الاتجاه ده وزيرة الخارجية صرح بحاجة ورئيس الدولة صرح بحاجة وده اللي ظهر يعني وزيرة خارجية فرنسا بتقول لا والرئيس ماكرون يقدم بعض الأطرحات ويقدم بعض المساعدات وفي نفس الكلام ليه ليه اعتراض على يوم 18 في مجلس الأمن ورفضوا القرار إطلاق البيان الروسي اللي صدر في مجلس الأمن عشان اشمع أن فرنسا وفقت على كده أو رفضت القرار ومن ضمن الدول الرافضة زيها زي الوات المتحدة الأمريكية أثناء التصويت مع الإنجلترا مع اليابان والربعة دول التحديدة ومن ضمنهم فرنسا يعني موضوع الموضوع أنا أتكلم عن الزوجات المعايير في كده ونفس الوقت فوزلت الخارجية الصراحة بلأ إحنا معاقل إزاي يعني الكلام كده فيه تضارب وفيه يعني أعتقد الملتقى الموقف الدولي كله يعني روم تخبط أكتر وتخبط حتى الداخل الإسرائيلي متخبط يعني موضوع عكاس يعني الداخل الإسرائيلي متخبط يعني المشا تفضل الجانب العربي بقى فندم يعني إلى مبرح شفنا من الأخبار بيان مهم جدا صدر لتسع دول عربية طبعا في مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والمحرين والمغرب تسع دول أصدرت بيان عربي مشترك بيعكس توحد الموقف العربي وبيؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كمخرج أساسي من مخرجات قمة القاهرة للسلام أهمية خروج هذا البيان المشترك لتسع دول عربية في هذا التوقيت وإلى أي مدى بيعكس توجه ما للموقف العربي أنه يتوحد بشكل مباشر في ظل هذا الصراع والله هي صورة مباشرة في ظل العتمة السوداء أننا نلاقي بيان إيجابي بالمنظر هذا وفي تجمع لتسع دول أعتقد معظمها عامل علاقات مع إسرائيل في إطار فبدأ في حد ذاته يعتبر بنقطة قوة وعودة مرة تانية والاتحام لأن المشهد الدولي عبسي يعني إن المجتمع الدولي ضد هذا الكلام فإحنا لازم نقف مع بعض ونلملم مفيش وقت حسن من كده يعني ده الوقت اللي واجب علينا كنين نتجمع يعني حانى الوقت كي نتفق جميعا على هذا الإطار وفي نفس الوقت نقف إلى جوار إخواتنا في القطاع رغما عن ما فعلوه كنا مفقين أو غير مفقين في البداية ولكن هذه هي النتيجة الحتمية للضغوط اللي بتمرس عليهم وبالتالي لازم يستنفروا يعني وضعت حق مشروع بالنسبة لهم في ضد العدوان فلازم نقف معاهم ونسندهم ونساعدهم عشان كده مصر كانت حريصا منذ البداية بفتح المعبر وتقديم المساعدات ووضعت شرط عدم دخول المساعدات من دول أو دخول الجانب إلى الداخل إلا في حالة دخول المساعدات واتخذ أستاذ المفق من بداية موقف قوي وده اللي برهن على ذلك يعني اللي برهن على الجزئية دي ولم تنصع لدخول الأقاية من القطاع لأن أيضا الرئيس الفلسطيني عندما أتى في في القاهرة في قيمة السلام في العصابة الإدارية أكد أنه يعني أنه لن نرحل أبدا لن نرحل ده تلات مرات لن نرحل لن نرحل المواطن الفلسطيني الأبي نفس الكلام لن نرحل تمسكهم بردوم ده في حد ذاته بيجويرنا ويكون كلنا على قلب الرجل العظيم لما يطلع البيان بالصورة دي من تسع دول ده متوفق مع الرغبة الشعبية للأهلين اللي موجودين في القطاع في نفس الوقت بيأكد على مساندتنا ليهم من جهة تانية ومن جهة تالتة إن ده إحنا متعرفين إسماعيل هنا نفسه تلقى وأشاد وسام من الرأي المصري والقرار المصري في هذا السياق منذ البداية منذ أن طلع السيد الرئيس وأدل بهذا التصريح وكل الدول اللي فهم الموضوع وعارفة إن دي إزاحة للقضية أو فعال تصفية القضية وكانت ممكنة تماماً إن التجاهة والتواجهة المصري والرأي المصري الحر نابع من قدرات حرة والمستند على يعني سيادة على أرضها وقوة متمكنة ورؤية وثقل في المنطقة وتأثير ظاهر وقوة الشخصية المصرية ظهرت في ما ظهر من أدوات وظهر في من قرارات للقادة السياسية المصرية والرد التالي للشعب الموافق على والمساند إلى قرارات القادة السياسية ست اللواء على جانب أخر وفي إطار حديث حضرتك تحدثت عن فكرة الاجتياح البري لقطاع غزة بكل تأكيد لو حدث هذا التهديد يعني تهديد اللي طالما بيطلقه الكيانة الإسرائيلي بكل تأكيد ينبق بسقوط المزيد من الضحايا والوضع هيكون أسوأ بكثير لأي مدى يمكن احتوال أزمة حتى لنصل إلى هذه النقطة أو يعني إلى هذا الموقف اللي المشهد فيه هيكون أصعب حتى أنا مش قادرين نحتمل هذه المشاهد وصعبة علينا كلنا شوف حضرتك أولا أنا بطمن حضرتكم من وجهة نظري كمحلل إن الاجتياح إن تم سيكون مقصورة على جزء معين بقول لحضرتك إن تم وفي نفس الوقت كل اللي بيعملوا ده يطال الأمد الحرب لأن إسرائيل من الداخل ملتهبة طب ممكن قبل ما نكمل الجزء بقى الآخر من إجابة حضرتك حضرتك قلت إن تم آآ يعني ليه ممكن لا يدم آآ دي الجزء اللي هنكملها البقى ليه؟ لأن الداخل الإسرائيلي ملتهب الوضع الاقتصادي إحنا بيصرفه إسرائيل بتصرف يوميا متين ستة واربعين مليون دولار يوميا اللي هو عادل مليار شكل يوميا على العملية فالوضع الاقتصادي مزري وستاندرد رد بوزي وصنافتها في التصنيف الاقتمال السلبي لسه سهي احتراجات تصنيفها فتراجات سلبية جدا وده مؤثر على الداخل الإسرائيلي نفس الكلام كل الشعب ده تمانين في المئة من الشعب الإسرائيلي بيقول إن هكومة تنتينية وفاشلة ويجب أن ترحل وستة واربعة وتسعين في المئة من الشعب وفقا من إسرائيل الجريدة أخرى إسرائيلية بيؤكد إنه برضو يجب أن يرحل ستة وخمسين في المئة مصرين على الرحيل فاور انتهاء العملية يعني إسرائيل على الرحيل ثلاثة وزراء يعني ما يكون الحكومة نفسها منقسم على نفسها فبالتالي هنا الاختلاف اللي بيخليني أد المبرر بإن إن حدث لا كلمة إن حدث مرتبطة دي زائد الرهائن أهل الرهائن مش سايبين بيؤكدوا فاشل لأن الدنيا هو في التعامل مع الأزمة منذ البداية والمحتجزين دول كانوا بسببه وبالتالي هم رفضين للفكرة فبالتالي خايف ياخد إجراء يحدث خسائر في الرهائن لأنه شايف في شيء طبيعي هل في ضغط أمريكا يا فندا في الجزئية دي تحديدا لتأخير دخول إسرائيل برية أنا شايف أنا شايف أن أمريكا بتقول لهم أنا عندي تجربة سابقة في الفلوجة وفي أفغانستان والتجربتين دول سيئتين فبالتالي ما تعملوش نفس اللي أنا عملته بتنصحهم بكده تريس اضبط النفس شوية يزيد أمد المفاوضات حاول تستخلص الرهائن في الأول قبل ما تعمل أي عمل من شأنه ممكن يأتي على الرهائن يعني بتحاسبه في الموضوع ده وهنا الشاهد بقى في الموقف أنا عايز أفعند أحيطة صغيرة مين اللي هيدير القطاع لما يزيله حماس ماذا بعد فبالتالي هو برضو دي كلها اللي بتخلينا أقول لك إن حدث تمام يعني إن حدث ده قدامه زائد أنه هو عايز يعمل شرعية للاكتياح قدام المجتمع الدول لأنه أيضا في صفور بس فاديك جزئية عفا لموقفة فندم يعني يو أف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه المرحلة أو الحرب على غزة هتاخد أكثر من المرحلة المرحلة الأولى طبعا تدمير البنية التحتية لحماس بشكل مباشر وصولا إلى هو قال كده بنفس التعبير خلق وضع أمني جديد في غزة برؤية حضرتك يعني استراتيجيا إيه ممكن يكون هذا الوضع الأمني الجديد هل تسلم مرة أخرى للسلطة هل هتكون فيه قوة احتلال موجودة إيه مفهوم الوضع الأمني الجديد من وجهة نظر إسرائيل يعني من وجهة النظر إسرائيل لنا شايفه إن استطاع أن يفعل ذلك فبالتالي هو هيخلي القطاع كامل هيقول لنا نستخدم درابات جوية مستمرة عشان يعمل أرض محروقة وبالتالي المقاومات تقل وفي نفس الوقت اللي موجودين في المخابة يصغروا فيتم استياضهم بدون من وجهة نظرهم لكن دخول دبابة داخل المناطق السكنية لا استحالة ده بننزل بداية استحالة بقول لنا حضرتك باستحال ليه لأن معروف إن المدن مقبرة صحيح حرب المدن بالضبط مقبرة للعسكريين أو للحروب النظامية فبالتالي هم خايفين من الجزئية دي متوقعنا أن تحدث فبالتالي هو خايف من الجزئية ده مش يعملها ده اللي بيدين للجزئ الأول الجزئ الثاني يا هو عايز يعمل إيه بقى عايز يدمر بين التحتية زي ما حدث تفضلت وقلت للقطاع أي أن كان مش قصة حماس أو غيره هو للقطاع بسبب عمه هو طب و لما بيدرب في الغدفة في الغدفة فيها حماس لأما طول كارب فيها حماس يعني هو ده يعني العشوائية والتخبط اللي احنا بدأنا به بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والقرارات الإسرائيلية والاستخدام من الألة الإعلامية لترويج بعض الأكاذيب من وجهة نظره على عقائق ولكن هي أكاذيب للداخل الإسرائيلي لتهدئته ومتصص غضبه دي دي آلياته فده من ضمن المتصص غضب الإسرائيل لكن هو الشعب الإسرائيلي لكن هو بيعمل إيه فهو دلوقتي بيحاول يهدي أو يكتزب أو يقتنس ويخلي الموجودين تحت أمرته هو متحكم في أكلهم وفي شربهم وميتهم وعلاجهم وقودهم وطاقتهم وهو اللي بيدي وهو اللي بيدي بالكاد كوبايتين مية بس رغيف مش عارف إيه هو ده اللي بتحكم فيه طب مهقدة خلاص السجن ده سبعة عبالو سبعتاشر سنة صحيح اللي موجود ده فبالتالي من حق العناصر دي ويمكن البيان العربي الزهر أو التسعة دول العربية أنا بيسمينه لأنه أشار هذا الكلام وأنه يجب أن توقف في عمل القتال من جهة ومن جهة تانية حق الرد مكفول للشعب الفلسطيني حتى أنتوني جوتارش يعني تحدث أنه هذا الهجوم المياتي من فرغ طيب برضو ونحن نتكلم على فكرة الاجتياح البريلاق طاغزة في البعض بعض المحللين خرجوا وقالوا أنه يعني يعتقدوا أو حسب رأيهم يعني أنه حتى يمكن الجيش الإسرائيلي غير مؤهل أنه يدخل أو يكتاح بالفعل بريا قطاع غزة أولا لأود الأنفاء ثانيا لفكرة أنه الأفراد نفسها عناصر الجيش نفسه بعضهم يعني من 360 ألف عنصر منهم من احتياط من جنوب احتياط لم يستدعى خدوش تجربة قبل كده صحيح تمام أنا مع حضرتك ولكن هو استند على تدريب عمله في صحراء النقب فندم عمل تدريب في صحراء النقب مع خبرص مع خبرص في 2021 فده اللي يستند عليه في هذا السياق فده ده الحاجة الوحيدة اللي عملها كتدريب لكن بالمقارنة ببعض القوى اللي في وجودها في المنطقة لأ هناك تدريبات أخرى وتتطلب هذا الكلام فخبرته فعلا محدودة في الجزئية دي ده من جهة وهو يعلم جيدا أنه لو دخل حيبا في خسار كترة في الأرواح وكفاية الـ 224 واحد اللي موجودين عنده محتجزين دخل القطاع وبالتالي هو خاف جدا واللي زادت تينا بلا بالنسبة ليهم وبالنسبة للحكومة التنية وتحديدا الأحد المحتجزين لما تفرحت أن تعاملت بشكل طي في حماس وزارت هذا الكلام فدي أوجعتهم أو كانت صفعة تانية خلاف الصفعة الأولين بتاعة 7 أكتوبر والصفعات بتتوالى على الإسرائيل ما حاولوا حتى تحريف الكلام لكن الفيديو فكرة أنه هذه السيدة وهي رفضت أنها تركب العربية عشان تغادر لغاية ما تسلمت على هذا العنصر من عناصر حماس فكانت سعى على حسن معاملة فبالتالي لم يكن هناك حسن معاملة لما كانت دلل على أن الإخوة في حماس كانوا عايزين بيبحثوا عن حق مشروع أو مكفول لهم وبالتالي هم بيظهروا قضيتهم أمام الرأي العام لأن هم منتهكين وبقالهم 17 زي ما اتفقنا بيتعرضوا الانتهاكات كبيرة جدا خمس مرات من الجوالات كلها ضدهم لكن النهاية هم حابوا يردوا يقولوا لا إحنا موجودين واستغلوا فقط اكتوبر اعتفالات اكتوبر لكي يعيدوا الصفحة بتاع 73 مرة تانية أمام الرأي العام التصريحات الأخيرة اللي خرجت من الإدارة الأمريكية وتحديدا من البنتاجون في الساعات الأخيرة شفنا تصريح مباشر أنه حيتم نشر 900 جندي أمريكي وأنظمة دفاع جوية هتكون اللي هي نظام فاد وباتريوت لحماية المصالح الأمريكية طبعا حضرتك قدر منينا أنه في قواعد أمريكية موجودة في أربيل وفي العراق وكان فيه تصريح لافت جدا أنه تم التعرض لهذه القواعد لأكثر من 12 هجمة طبعا تم فش إفشال هذه الهجمات من أطراف مختلفة في مخاوف أمريكية من تصاعد رقعة الحرب بشكل كبير التساع الحرب بصفة عامة التساع بخاوف الأمريكية من التساع رقعة الحرب أحد الأسباب أيضا بتأخر الدخول البري لأنه معلوم أنه لو دخل بري هتخش يعني مجبرة قسم الله يدخل المدعوم من إيران وبالتالي استدائرة أو التساع الرقعة بعد صراع داخلي المقاومة اللي دخل القطاع الاتجاه الشمالي كله مهدد البحر أيضا مهدد فبقت العملية بالنسبة له صعبة جدا طب إيه سيناريوهات المحتملة حضرتك شايف الولايات المتحدة هتتعامل إزاي الفترة المقبلة مع أطراف إقليمية زي إيران مثلا أو جدا الولايات المتحدة الأمريكية هددت وقدمت يعني ما تم ناشره من مؤدات من أسلحة أو من وسائل الدفاع جوي اللي بقعتت حملتها طائرات الاتنين وبعد الدول الأوروبية سندتها فاز الكلام لازمنا نشاهد داخل أمريكا وداخل بعض الدول أوروبا مظاهرات منددة بهذا الكلام وبالتالي دوام بيوخف العمل لأن كانت هناك نصائح من وجهة النظر الأمريكية لإسرائيل بأنها تبتق وتتريس وانتيجة الضغوط اللي بتمرس عليها من قبل بعض الأفراد من مواطنها نفسهم وبمظاهرات من مواطنها نفسهم بيطرس دواجة المعايير والكلب ميكالين فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة في القطاع ما بين إسرائيل وبين قطاع غزة سيادة اللي بقى مرة أخرى وبالعودة للموقف المصري الحقيقة نتابع حديث سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي خلال حتى كل المباحثات الثنائية وخلال كل الزيارات من قادة كل الدول اللي تجهت لمصر وده طبعا موقف حتى فكرة هذه الزيارات في حد ذاتها يعني توضح قد ايه همية مصر ودور مصر في هذا الصراع الدائر يعني بس احنا شايفين مصر دورها ثابت وحتى في إطار حديث سيادة رئيس عبدالفتاح لما تحدثوا القوة والقدرة المصرية وموقف ثابت قوي في ندية أيضا في تعاطف مع القضايا الفلسطينية ومع أهلنا في قطاع بكل تأكيد وهو ما يتطلبوا الموقف بشكل عام يعني ايه هي أليات الضغط لدى الدولة المصرية في هذا الوضع شوفوا أنا اقتناع بعض الدول بوجهة النظر المصرية واقتناع بعض الدول اكلميان ودوليا بالدور المصري وتأثيره ده الورقة اللي بيستخدمها أو بيحاول عملها عشان كانت تكسيف الاتصالات يعني يوميا يمكن من ثلاثة لأربعة اتصال تليفوني أو لقاء للسيد الرئيس يعني خلص الاعتفال وطلع المؤاملة الماكرون وبعض وطلقت صلاة التليفونية سواء من رئيس وزارة الدنمارك أو من وهكذا مجموعة من القيادات دول العالم كله اللي بتسمن هذا الاجراء وبتتوفق مع الرؤية المصرية وبيطرح وجهة النظر ويقدم بعض الأطرحات لهذا السياق وبيطلب مساندت هذه الدول وهم مقتنعين بوجهة النظر المصرية والدور للمصر الفاعل والمؤثر ويمكن معظم هذه العناصر قدمت شكر للقياة السياسية المصرية وسمنت جتيرش منهم بايدن منهم نتنياو منهم مكرون مكرون منهم وكل معظم من تحدث مع السيد الرئيس أو تصل به أو التقاه كله بيحاول يقدم الشكر للقياة السياسية المصرية على ما تتخذه من إجراءات لزمة تحقيق الاستقرار في المنطقة أو بمعنى صح محاولة لملامة الشمل ولأنه مدركين تماما والسيد الرئيس قالها كأكتر من مرة أن يعني ما نلعبش بالنار الموضوع صعب جدا لو لم نحتوي الموقف دلوقتي هيبقى فيه مشكلة كبيرة حضرتك شفت مشهد الاستفاف العسكري وتفتيش حرب الفرقة الرابعة المضرعة للجيش الثالث الميداني إزاي رسائل مهمة جدا للداخل والخارج شفناها على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي أولا أنا لدي يعني حسابات خاصة في الفرقة الرابعة من من خدموا في هذه الفرقة في تاريخيا يعني طبعا فإيه يعني لأ والمنصة التي كانت موجود فيها الاحتفالية يمكن بدأت تفتشيادها في يوم من الأيام فبالتالي في الاستفافة الرئاسية بتاع 2004 يعني من فترة يعني المهم عايز أقول لنا في النهاية إن في عمل تم في الجيابي ظهر في طريق احتفالات اكتوبر العين الخمسين المشهد هنا والتصريحات بتاعت السيد الرئيس أكدت على حاجتي الأمن القوم بمسؤولية القوات المسلحة المصرية وبالتالي هو خطة حمر بالنسبة لنا جميعا والمسؤولية دي ما فيش تهوم فيها ولا تجاوز فيها احنا بنتعامل أو القوات المسلحة بتاعتنا قوية وذات قدرة ولكن تتسم بالعقلانية والرشد الجزء التاني ما يجبش إن تلهينا تلهينا قدرتنا وقوتنا عن اتخاذ قرارات غير مدروسة وبالتالي يجد الجزء التاني لم ندخل أو نتدخل في دولة من حدودنا ولكن دايما أبدا نحن لدولة عادية والمعتادية كل هذه الرسائلة أنا بذكرها في سيارة إن ده طرح الرئيسي ما فيش إمكانية لتهجير ولا تصفيط خضية على حساب مصر الحل هو الحل العاد الحل الدولي وهنا نقف شوية بينما الحل إن فيه تلت مبادرات تروح في المصابق لو تتذكروا في 2016 كان الرئيس بيفتتح محطة الكهرباء في أسيوت وقال عندنا تلت مبادرات مبادرة عربية ومصرية وفرنسية ويجب على المبادرة نحن نفعل مبادرة فرنسية بلاش العربية بلاش المصرية خلناها في الفرنسية وبناء على لو تتذكروا حضراتكم ونتذكر جميعا إن كان الكلام ديوم 17-5-2016 عدى 18 يوم 19 طيارة المصرية اللي جاء من وطار الشر اللي دي جول في باريس وأنا في هذا السيخ لا أتهم أحد لكن بذكر بس بالوقائع سقطت في المتوسط وبالتالي كلنا اتجاهنا ناحية الطيارة اللي وقعت وأسبابها ولا من التفت إلى فكرة المبادرة المطروحة من الخلال السياسية المصرية أثناء في التح محط الكهروة في أسيوت إذن إحنا بنسعى جاهدين لحل الدولتين من جاء الحل العادل منذ البداية فكرة المصارحة الفلسطينية الفلسطينية موجودة عندنا منذ أمد التاريخ طبعا ده قدر مصر بحكم الجغرافية والتاريخ وبحكم دايما الحياز لقضية القضايا القضايا الفلسطينية بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ساتل لواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية صباح الخير على حضرتك صباح الخير أهلا وسهلا